اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للسودان سلامة الخزان لانه ممكن يعمل فيضان كبير لو انهار لا قدر الله وممكن يغرق الخرطوم لكن بالنسبة للمصر الموارد المائية مهمة جدا يا استاذ احمد هل يؤثر على حصة مصر من الموارد المائية التزميل المهودة اقولك التزميل يعني التزميل لانه الخزان ده ساعة اربعة وسبعين مليار والمتوسط نهراني الاتراج في السنة حوال ثمانية واربعين مليار فاذا انت مدمنت انه لا بد نياه تنساب بدون ضرر للدولتين لا مش ممكن تبلاغه في عشر سنة انا دي ساعة اربعة وسبعين ممكن تبلاغه في سنة واحدة ممكن تكتع الموارد خالص ليس حسنة في المياه كلها فهي بديهية ما ممكن طبعا انتمالي في سنة واحدة لا بد يكون في دول للمالي هذا الخزان واسم يبتكر لا بد يكون في تنسيق محكم بين الثلاث دول التنسيق اساسي لضمان الفائد لثلاث دول طيب انت انطباعك سيد احمد ما هو انطباعك عن مرونة الحكومة الاثيوبية وهل هناك احتمال ان اثيوبيا تضرب عرض الحائط بمصالح مصر والسودان وتعمل اللي هي عايزا اي شي وارد اي شي وارد اعني كده نحسن نبتكر انا ذي رأيي الشخصي طبعا عندما رأي حكومة ممكن رأي حكومة السودانية لكن ذا رأي الشخصي انه نحن لا بد يكون عندنا مشاركة في هذا المشروع من البداية مشاركة في التمويل مشاركة في التشغيل حتى نضمن انه ما نتضرب لانه احنا هم عملية لواحدهم وهم ضمنوا التشغيل بتاعهم بطريقتهم الخاصة اتضرب حيثة لصيوهم نعم يا صدر حمد أنا الحياة أنا نحترق الحيائة بالمشروع لتصميم أنا نراي فيه اريد افر البيع أنا نفاعه رأي فيه التشغيل فيه رأي فيه لو جديدنا نحن نحترق في التمويل يمكن أن نكون عندنا دور في التشغيل أنا أقول لساعتك أنا أتلقى منذ الصباح إشارات مخيفة من المدونين المصريين والمغردين المصريين أنه مصر هتعطش وأنه هيحصل أزمة غذائية كبيرة لأنه زراعة مش هتلاقي راي في رأيك ده مبالغ فيه؟ أنا بفتك أنه بتغلع التصرف بتاع الحكومة الأسروبية لو كانت جنويا يمكن أن نطلعنا جماعة الصين عندها إمكانات هائلة في الباغة التحرمية 45 ألف ميجاوات تغريباً أكثاني في أفريغة بعد الكونغو وهي عندها الرغبة أن تعمل شرعات كهرباء مشارك الكهرباء لا تمسك المياه تستطيع تولد الكهرباء وتدنيه لها لكن الخطورة فإنه لو نحن ما اشتركنا معهم أممكن أن أرجع المياه في الوقت الحرج بالنسبة للسودان مصر وده يكون حقيقة الضرر لكن في النهاية الكهرباء مرتفع عن مياه الكهرباء تولد والمياه تجي صح الضرر ممكن تقول له سؤال أكبر في ناحية كمان لأن المصريين عندهم السد العالي يمكن أن يخزن المياه التي تجي من السدها في أي وقت لكن مياه السودان يعتمد على المياه التي تجي في تحفظها إذا كان ما جاءت فيه كده ممكن أن تجي في تحفظها للأسف للأسف يا أستاذ أحمد أنا شاكر جداً لتشريفك لنا عبر الهاتف سعادة أحمد محمد آدم وكيل وزارة الري والموارد المائية السودانية سابقاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تغريدتان اثنتان ثم يوتيوب التغريدة الأولى تتعلق بحادث سبب لي هلعن بنات سودانيات من الطالبات في جامعة القاهرة من اللواتي يسكننا في بيت الطالبات دخلنا في جدال مع بنات مصريات طالبات زميلات نهر النيل واحنا نهر النيل عندنا الأول وبعدين أنتوا الأول الكلام الفارغ اللي بيقولوا العائلة الصغيرين ده فحصلت مشاجرة تصوروا بقى الطالبات المصريات عاملوا ايه طالبات المصريات اكتر عدداً طبعاً السودانيات دول ضيفات راحوا حصروا الطالبات السودانيات أدخلوهن غرفة وحبسوهم وعملوا يعني صور بشري حواليهم كده مش انخراكوا بقى هو ده جيل 25 يلاير هو ده جيل النبلاء الشجعان من الذين أسقطوا واحد من أسوأ طواغيت البشر محمد حسني مبارك هم دول هم دول اللي بيحبسوا الطالبات السودانيات في غرفة في سكن الطالبات في جامعة القاهرة هم دول ده احنا الظاهر مستقبلنا أسود من أرضنا الخروب والله العظيم إن كان هم دول اللي هيعلجونا ويبنوا لنا بيوتنا ويبقوا هم السياسيين في المستقبل وهم صناع القرار وصناع الرأي والإعلاميين إن كان دول اللي بيعملوا كده في الضيفات السودانيات في جامعة القاهرة الله ينتقل منكم التغريدة التانية هي قراءة مقتطف من جمال حمدان جمال حمدان واحد من أعظم الجغرافيين العرب بيقول جمال حمدان تقضي الجغرافيا أن مصر والسودان وحدة واحدة عرقيا وثقافيا وحضاريا الفصل بين البلدين كفصل توأمين سياميين الفصل بين البلدين كفصل توأمين سياميين حيث الأرجح أن يموت معا ربنا يستر يوتيوب اليوتيوب الأولاني هناخد منه كده 15 ثانية يا أستاذ سلمان هو حاجة لطيفة جدا تقليد جديد ابتدعه الرئيس أو الرئيس مدني منتخب لمصر محمد مرسي وهيكون بالتالي أول رئيس مدني مؤذن منتخب الأزاني فضل أأذن أنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله صوت حلو قطعا صوت حلو شوفوا بقى الحكاية اللي جاية دي حكاية هزلي حكاية لطيفة جدا بعض اليهود اليمنيين واليمن كان فيها يهود زي معظم الدول العربية راحوا إسرائيل وسرقوا معاهم التراث الموسيقي من هذه الدول وخصوصا من اليمن أغنية يا هزلي اللي هتسمعوها دلوقتي طبعا هتهلقكم من الضحك الرجل دمه خفيف اسمه بوعز نمذقة بوعز نمذقة ده هيهلكم من الضحك لكنه كمان حرامي سرق التراث الموسيقي اليمني هسمعكم التجربتين تجربة نمذقة وتجربة العظيم أحمد خطف موسيقى 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 اشتركوا في القناة دي لطيفة خالص تخلي الواحد يتخلص من الاسترس الضغوط اظن انه صديقنا بوعز ده ما عندوش اي ضغوط من اي نوع كل ما يضغط شوفوا بقى العظيم احمد فتحي الذي اعاد هذه الاغنية الى اصلها اليمني هزلي ده طائر صنعاني للأسف انقرض كان بديع الالوان وكان الشاعر بيشتكيله من قسوة حبيبه بيقوله يا هزلي حبيبي سود عشتي يا هزلي اسمعوا بقى الاغنية الصح بتاعت العرب هتعجبكم اكتر يا هزلي يا هزلي ان لقيت اليوم خلي مدري في وقت التجلي يا هزلي حاليا لفتا معطار كل ما في الكون يصحر من حلاه والشعر لشدر يا هزلي يا هزلي يا هزلي يا هزلي صوتي من ده صوتي مغرم صوتي شادي جد تيرنم صوتي من ده صوتي مغرم صوتي شادي جد تيرنم جالنا عاشق متيم في الهوى جلبي مهيم جالنا عاشق متيم في الهوى جلبي مهيم يا هزلي يا هزلي يا هزلي يا هزلي يا هزلي قالنا قلبي هواوي يدروب الحب يداوي قالنا قلبي هواوي يدروب الحب يداوي لو تساوي ما تساوي فالهواى ما لential مهيم يا هزلي فالهواى ما ل 추천 أمي يا هزلي يا هزلي في الوقت اشتركوا في القناة